بالنسبة الشخص اللي بينتحر بسبب لعبة زي الحوط اللازرق اللي ذكرناها قبل كده الشخص زي ده اللي يخلي إيمانه يبقى ضعيف للدرجات دي وفعلاً لو قابلت حد زي كده إزاي أقدر أخلي إيمانه يبقى قوي أو ما يوصلش أصلاً لأنه يعمل حاجة حرام زي اللي انتحر الجهل الجهل هو اللي بيؤدي إلى هذا بيؤدي إلى إن ما فيش خلفية ولا معلومات علشان يؤمن بيها مهمتنا ووظيفتنا إن إحنا نعلم الناس عايزين نعلمهم يعني إيه حياة يعني إيه موت يعني إيه هدفنا في هذه الحياة الدنيا ربنا أمرنا بتلت حاجات العبادة والعمارة والتزكية عايزين نبقى حلوين تقلاحة وما كنت أتبع السيادة الحسنة تتمحوها خلق الناس بخلق إن حسن العلاقة بينك وبين ربنا مبنى التقوى العلاقة لبينك وبين الناس مبنى حسن الخلق العلاقة لبينك وبين نفسك مبنىها المبادرة كل ابنه أدم خطاء وخير الخطائين التوابون لو أعرف التلات أربعة كلمات دول مش هيعمل كده إنما هو في عالم آخر من عالم انسحبت فيه الإرادة وانعدمت وأصبح كأنه منوم مغناطيسي وراء التعليمات وأصبح هدف في حياته كلها إنه ينجح في الجيم ده إلي نهايته الضمار